والذي لك الآن ليس هو دوجك هذا كلتي بالصدق ارتقت الست في معرفتها بالسيد المسيح وقالت له أنت نبي وبدأت تسأله بخصوص السجود فجاء الجولة السادة في الحوار قال له يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي سعلا في هذا الجبل ولا في أرشالين تسجدون للآب أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن اليهود يعني خصوصا مملكة الجنوب يعني يهوزة أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود ولكن تأتي سعا وهي الآن حين السجدون الحقيقيين يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء السجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدون قالت لنعرفة إن مسيئة آتي فجاءت الجولة السبعة والأخيرة في الحوار رقم سبع رقم كامل قال له يسوع أنا الذي يكلمك هو هو المجد الذي دائما أبديا أهمي الموضوع كبول الله للخطى من خلال السامريجي مقدمة كده صغيرة ممكن يكون معظمنا أعرف تفاصيلها بس علشان يبقى الكلام واضح انتخيالنا خريطة إسرائيل فالجليل مصرة المكان اللي تربى في المسيح ده في أقصى الشمال أقصى الجنوب في أرض إسرائيل دي اليهودية اللي فيها بيتلح واللي فيها الهيكل المنطقة اللي في النص ما بين الاثنين دي منطقة السامريجي كانت فيها عداوة قديمة خالص ما بين اليهود كلمة اللي هوت بقى معصود بيها اللي هم عند قرشاليم تحت وما بين السامريجي العداوة دي بتبتدي من أيام راحوا بعام ابن سليمان لما عشر أصباط انفصلوا وبقى بيملك عليهم واحد اسمه يارو بعام فدول انفصلوا بقوا بيكونوا مملكة اسمها مملكة الشمال العاصمة بتاعتهم في الأول كانت شاكيم بعد كده بقت مدينة السامريجي ومملكة الجنوب اللي فيها السبتين سبت يهوزة وسبت بن يمين دول اللي عندهم الهيكل دول اللي بيجي منهم الملك الشرعي اللي من نسل داود فمن هنا بدت العداوة ما بين الاتنين بالانفصار جت مرحلة تانية في العداوة انه مملكة الشمال راحت لسابي اسمه سابي عشور وبدوا يختلطوا بالأمم فاليهود المتشددين بدوا يشعروا ان الناس دول ما يعتبروش يهود فيما بعد بدوا بتوع السامريجي دول يرفضوا بعض أصفار للعهد القديم ما كانوش بيعترفوا إلا بأصفار موسى الخمسة زادت العداوة انه بنوا لنفسيهم هيكل على جبل جرزين جبل جرزين دا جبل البركات اللي لما موسى في سفل التسنية واقف ستة أصباط يقولوا البركة وستة أصباط يقولوا اللعنات فجبل البركات جبل جرزين أقاموا عليه هيكل علشان ميروحوش يسجدوا في أرشالين أيام المكابيين هدوا الهيكل دوت عشان كده نفهم بقى كلمة المرأة العداوة اللي بين اليهود والسامريين كما تطلب من اللي تشرب وانت يهودي وأنا سامريا وللاتنين في عداوة ما بيننا انتو بتعتبرونا نكسين زي الأمم يعني المية بتاعتنا نكسة كما تشرب تطلب تشرب مية نكسة من ستة سامريا ونفهم أيضا لما بتقولوا بقى أباءنا سجدوا في هذا الجبل بتشاور على جبل جرزين لانه البير دي اللي كان قاعد عليها ربنا يسوع البير دي قال ابونا يعقوب لما كان راجع من عند خاله لابان اشتراها من أهل شاكيم ولما جاءت للبركة اليوسف اعتبر يوسف خد مصيب اثنين فرح مديله زيادة عن باية أخواته البير دوت المية اللي حوالين البير كلها مية ملحة لكن المية بتاعت البير ده تحديدا مية عزبة قالت له شرب منها هو على بنع عقوب وبنيه وما هو شيء دي كده كخلفية للقصة فكانوا الناس اليهود لما يحبوا يسافروا سواء كانوا من الجليل لهكل اليهودية او من اليهودية للجليل كانوا يتجنبوا العبول في السامر لان بيعتبروا الناس نكسين فكانوا يلفوا يروحوا شرق الأردن ويلفوا وبعد كده يعدوا تاني الأردن يروحوا شريمها ويمشوا من خلال البحر الكتاب يقول بداية القصة ان حصلت عداوة لما بنس اضبط السامر فيبقى اللي فاتن مش محسوب محسوب من دلوقتي فبداية القصة حصلت نوع من الجدالات ما بين تلامسة ربين يسوع ما بين الفرسين من جهة المعمودية انه تلامس المسيح كانوا بيعمده معمودية لا هي معمودية يوحن المعمدان ولا هي معمودية المسيحية لان المسيح لسا لم يصلم ويقوم انما هي معمودية ما بين الاتنين اعتراف بين يسوع هو المسيح فحصل جداح فرابن يسوع زي ما قال عنه يشعياء لا يخاصم لا يصيح لا يسمح في الشرع صوته فرح سايب المكان اللي في العداوة دي والخصومة فلما سمع الفرسين ان يسوع يعمد ويصير تلاميذ اكثر من يوحن مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهودية اللي الجنوب بتحت ومضى الى الجميع هناك خصومة ونزاع رح سايبها وماشى طبيعي لما يسافر سكان السامرة ما احنا قلنا مملكة الشمال دي كانت العاصمة بتاعتها الاول شكيم بعد كده بنوا مدينة سموها مدينة السامرة فبقوا سكان المنطقة الشمالية يسموه السامرية نعم مستمع ما قلنا اما اصلا يهود بس بدوا ينفصلوا عن اليهود فوصل بيهم الامر ان يرفضوا اصفار العهد القديم يؤمنوا بس باصفار موسى الخامس نعم يهود اه بس يهود مختلطين بالام كنت بقول انه ربنا يسوع المعتاد زي ايه رجل يهودي ما يعديش على السامرة لكن يقول الكتاب فكان لابد ان يكتاز السامرة راح مخصوص علشان يقابل المرأة جديدة انا عايز اركز قبل ما اتكلم عن تعامل ربنا يسوع مع المرأة السامرية تعالوا نشوف حالة المرأة السامرية اللي هي بتمثل حالة الجنس البشري عموما لما نشوف الحالة بتاعتها نحلل شخصيتها ونفسيتها ندرك عظم ما صنعوا المسيح معا تعالوا اولا نشوف كيف الحالة بتاعت المرأة السامرية ديت من الداخل ومن الخير طبعا انا عارفين القصة نمرة واحد واحدة ست ساعة نشر الدهر بتشيل البلاز بتاع المية وتروح تملك وتروح يعني في منتهى التعب وفي منتهى الاعياء فدي نمرة واحد تمثل حالة النفسة حرفيا طبعا بالنسبة للمرأة السامرية سوف نأخذ المدلوش الإنسان بعيدا عن الله في حال تعب لا يوجد راح لكذا ربنا يسوع قال تعالوا يا جميع المتعبين لان بعيدا عن السيد المسيح لا يوجد راح أسهق تعاب من كل نوع تعب نفسي تعرف في علاقاته بالآخرين في حال تعب نمرة اثنين في حال بوع لا يوجد راح ليه؟ واحدة ست اتجوز الخمس طب الاولاني لا مشابعنيش طب اشوف التاني مشبعتش التالت الراب ايسيبك بقى من الجواز انا اعيش مع ناس كده فده يدل على ان نفس جعانة نفس مش شبعانة يبقى نفس متعبة باي شكل من اشكال التعب من الحياة من الظروف اللي بتمر بيها من الخطيئة من علاقتها بالآخرين في تعب نمرة اثنين في بوع داخلي في حاجة ناقصة في حاجة مشبعة داخلي نمرة اثنين نمرة ثلاثة في شعور بالخزي ستة دي كل البلد عارفة قصة بتاعتها فالطبيعي انه البنات والستات يروحوا يملوا ميا بدري قبل الشمس لا هي راحة في الده ساعة ستة ساعة نشر الده ليه؟ الناس كلها عارفة ان انا ستة مش كويسة ونظرات الناس بتخجلني بتكسفني فشعره بصديحة شعره كمان تكون عارية يبقى في حال تعب في حال جوع في احساس بالخجل الانسان الخاطئ حتى وإن بدا في الظاهر بخلاف هذا هو بينه بالنفسه حسن عارياني بينه بالنفسه في نوع من الخجل من الحياة اللي هو بيحياها اللي قال عنه معلم نابولس الرسول الأعمال التي ذكرها أيضا من العار مجرد يعني الحديث عنها باختصار هي تلخص الكلمة اللي هي قالتها العلق أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئة هو شرب منها هو وبنوه و مواشي نفس المكان اللي بتشرب منه البناء أدمين بتشرب منه المواشي يعني حياة مشبهة للحياة الحيوانية ناس كثيرة تقولك إيه معنة الحياة نأكل ونشرب لأننا غدل نموت بل يمكن يعني وصل الأمر بالبعض قالك هذه الحيوانات أفضل من الإنسان على الأقل الحيوان مش عالي للهم الحيوان ما بقلوه لغط لكن ما هي العيشة اللي إحنا عشان ما هي معناها نابنا أكل ونشرب ونشتغل أو نزاكر ونتخرك ما هي قيمة الحياة ما هي معنة الحياة نحنا عايشين ليه هذه ملخص الحالة اللي عايشها المرأة السامريا من برج تعب على مستوى النفس والجسد نحص نحن نحص يبقى حالة المرأة هي حالة النفس البشرية فيه تعب مافيش راحة مافيه السلام داخلي فيه حال جوع حاسنا أنا مش شبعين حاسنا مافيش حاجة مكفياني مافيش حاجة بترضيني شاعر بخز من بعض التصرفات من بعض السلوكيات اللي سلكتها مفتصر الكلام قلنا حاسس انه حياة ملهاش معا حياة بيلا رسالة حياة بيلا قيمة طب دا الحال من بر طب تعالى ندخل جوه نفسية المرأة حاول يعني تتخيل واحدة ست اولا انجوزت راجل بعد كده ثابته انجوزت راجل تاني انجوزت راجل تالت ايه يا ست عايز ايه ايه عايز حد يحبني عايز حد يهتم بايش عايز حد يحتويني عايز حد يحسسني عايز حد امتي فجربت الاولاني مش محتام مش بيشبعني مش بيفرحني فيه جوع داخلي داخل نفسنا تبشر ان احنا نحب ونتحدد واكتر حاجة تتعد نفسية الانسان ان يشعر انه غير محبوب انه غير مرعوف فيه انه مش شبعان انه مفيش حد محتويه ادي اول حاجة داخلية جوه نفس المرأة ديت ماهتج حد يحبني حد يهتم بي نمرة اثنين احساس الخسارة ان انا حبيت حد وكنت معلقة عليه امال الزوج الاولاني يزدع على مستوى احنا مش لازم بقى واحد يتجوز اربعة وخمسة لكن يعني يزدع على مستوى الاصدقاء يمكن على مستوى البيت بشكل او باخر انا حطيت امال على شخص وخزاني بتكسر النفس من جوه لا ده انا اكتشفت كمان حاجة تاني ان الناس دي مش يتحبيني الناس دي عايزة حاجة مني مش عايزاني بالنسبة للمرأة يعني علاقات وحاجات زي كده لكن على مستوى النفس دو بيستغلوني دو مش بيحبوني دو العايزين ياخدوا مش يدوا تعين ان انا عايز ادي انا عايز احب وتحب لا اللي قدامي كل اللي بيفكر فيه انه عايز ياخد مني حاجة اي ان كانت الحاجة دي على مستوى قليل خالص الجسد على مستوى المصلحة على مستوى اي حاجة انه اللي قدامي مش بيدي قدامي بيفكر شغل في نفسه اللي قدامي مش مهتمة بيا لشخصي بص بص الوجع اللي فيه نفس دي من جوه محتاجة حد يحبيني ويحتويني شعر بانكسار كل مرة تبتدي علاقة جديدة صداقة جديدة صحاب جدايات يكسفوني يخيلوني يكسروني اكتشفت انه محدش بيحبيني ده هو عايزين حاجة مني اي ان كانت الحاجة دي يمكن لو قدوا الحاجة دي خلاص بعد كده مش مهم بالنسبة له حاجة توجع في النفس دي من جوه ايضا جربت شهوات الجسد قديني مشيت ورا الجسد وحاولت اشبع الجسد وكل الاشكال مش شهوات الجسد ما اشبعتني ما اشعرتني بالكفاية ايضا حالة المرأة دي حالة النفس البشرية من بره ومن جوه طب لما بتشعر بالحالة دي بتحاول النفس البشرية انها تشبع ذاته ايضا ايضا في الصورة بتاعت النفس ديت طيب انا حدور على شبع ثلاث اتجاهات بتحاول النفس تشبع ذاتها ديت الحاجة الاولانية الممتلكات اولا بالنسبة للمرأة فيه امكانيات طبيعية عندها انه عندنا بير يعقوب احنا ما تعبناش فيها دي حاجة ربنا مدهاني اللي يتمثل المواهب او القدرات الطبيعية اللي ربنا مدهاني كانسان انا بحاول اجي تشبع في ده او لا دل ولاك والبقر اميك يعني عندها دل وعندها حبر اللي هي الممتلكات المادية مدهاني يبقى اول حاجة تشبع النفس تشبع ذاتها بي الممتلكات سواء كانت حاجة طبيعية مواهب ربنا بالدهن احاول اجي تشبع نفسي بالمواهب اللي ربنا مدهاني انا شاطر في كذا اخلي كذا يحسستي بالرضا يحسستي بالقبول يحسستي بالراحة يحسستي بالاكتفاء سواء كانت مواهبي او اسعى للامتلاك اثر يعني محبة البعض للمال والمقتنيات والاملاك احسي جيمة عايز احس ان الحاجة مشبعاني عايز احس ان الحاجة دي بتريح ني بتسدد احتياج جوا نفسي البعض مش بسكة الاملاك دي ما اي شكل من الاشكال بتاعتي طب شبعت يا ستي لا اه احنا عندنا بير ومعايا دل ومعايا حبش بس ما باشبع انا باجي كل يوم البير املا مية يعني الاملاك ديت او المواهب الطبيعية اللي ربنا بدهاني قيسة بس مش 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 بعيني انا عايز اشرب مية اجور انا باجي كل يوم املا مية كل من اشرب من هذا الماء يعطر يو مية مية يشعر بالقيمة بالاكتفاء او بالمعنى في الحياة مش من جهة الممتلكات لكن من جهة العلاقات يحب يبقى له صحاب له معارف يطرف على ناس كبيرة ديت بتحسسه بشبع بقيمة بتسدد احتياج عنده اللي هو الانسان الاجتماعي انا يعني ملاقي نفسي واسط صحاب كده واسط ناس وقعدة ومتصامر يمكن موضوع الفلوس مش اساسي عندي يمكن المواهب مش يعني ظهرة قوي في حياتي لكن انا انسان اجتماعي طبعا بالنسبة للمرأة الزوج والثاني والثالث اللي هي العلاقات الاجتماعية برضو مش شبعتش المرأة ديت بوزت واحد والثاني والثالث والرابع الحاجة التالتة الأدنى بقى اللي حاول البعض يشبع ذاته بيها هي الشهوات الجسدية العلاقات اللي عاشتها المرأة ديت تتجوزي وانتي تنبسط تتجوزي تحسي بأمتك انتي البنت اللي هي تتجوز لتتجوز لا تجوز لا تجوز لازمة لا تجوز لا تجوز فاهموها كده فاهموها انها تتجوز وفاهمو الشاب انت تستقر لما تتجوز لا تجوز انت تجوز انت تتجوز وانت تستقر لا تجوز ما تتجوز لما تتجوز ليس قيمة. قيمة في عنين نفسي. بالجواز مثلا. ليس للا سيحسسني بأمتي وبرسالتي في الحياة. وبعني محبوبة وبعني مرغوب فيها. ليس العلاقة الجسدي. سواء كانت في الحلال. يعني في الخامسة دول. سواء كانت في الوحش. السادس اللي معاها. يبادل حالة النفس. يعني نفسي وأنا بسمع بقى يعني كل واحد على قد ما ربنا يعني بمصباح الروح يعني يدخل قلبه كده ويكشف له نفسه. أنا ما عرفش. لكن أنا أعرف نفسه. فطلبي من ربنا إنه يعني يعني ياخد الكلمات البسيطة دي ويدخل بيها جوه لبنة. أشوف نفسه. أنا فين من الحدوتة دي. أدي حال النفس من الخارج. أدي حالها من الداخل نفسية محبطة. مكسورة. شعرانية مستغلة. طب قادي المحاولات اللي أنا عايز أحس بيها بالقيمة بالمعنى بالغاية بالشبع. عاملات، ألاقات، شهوات. طب ماشي بعيش. زي ما شوفنا. ماية ملحة. خمس أزواج واللي معك مش جوزك. هي نتيجة بقى حيل النفس. إنه عشان الإنسان ما يتعراش قدام نفسه. ولا هيكسر. فيبتدي يمارس بعض الحيل. ممكن يكون هو مدرك إنه هو بيرتدي هذه الأقنعة. وممكن يكون بعمله وهو مش مدرك. ودي يعني من حيل النفس عشان تحمي ذاتها. هي مش شابعان. وجاريت وراء الكلام اللي قالوه دوت. ما شابعتش. فبدل ما تعترف إن أنا جعان. ومفيش مصدر للشبع غير ربنا يسوع. زي ما هنشوف دلوقتي. مش لإن إحنا ناس بتوع كنيسة بنقول كده. لإن إحنا مخلوقين من الله. وإحنا أكبر من إن يشبعنا ويشعرنا بقيمتنا وبرسالتنا في الحياة إلا الله زك. لإننا مخلوقين منه. فإحنا أكبر من إنه أي شيء مادي أو معنوي أو نفسي يشبعنا. إحنا مخلوقين على صورة الله فلن نشبع إلا بالله. يا حقيقة. بس لو بدأ بيسيب الإنسان يكتشفه. ولو الإنسان صادق بينه وبين نفسه يقول له كافعنا. أنا جريت وراء الفلوس. جريت وراء علاقات. جريت وراء شهوات جسد. أما شبعتش. إن أعترف حيوفر علينا الخطوة بتاعة الخداع. بتاع الذات. والأقنعة. اللي النفس بترتديها. عشان تسطر نفسها. لأننا سنكتشف دلوقتي إن هي دي كانت مشكلة أبونا آدم. أبونا آدم لما أخطأ. كل جرى. شعر أنها مع أريانان. طيب أنا أريان ده أنا أحكسر. أنا أحكسر قدام ذاتي. حمهار. طيب أعمل إيه؟ طيب أحط ورقتين. هي دي تمثل حية للنفس وخداعها. عشان أسطر نفسي. ولو قدام نفسي. طيب. اعترف إنك أريان. آه. لما بتقابل مع الله. سمعت صوتك في خشيت. لأني أريان. إحنا عايزين نوصل. أنه النفس تقتنع. إن أنا أريان. إن أنا مش عارف أسطر نفسي. إن أنا مش عارف أشبع نفسي. إن أنا مش لائي قيم الحياتي بعيدا عن الله. لأ إحنا دلوقتي لسه موصلناش القناعة ديت. فبنعمل إيه؟ بنتزين. نتزين بثلاث أقناعة. ممكن واحد ممكن اثنين ممكن الثلاث. القناعة الأول. أولا بالنسبة للمرأة. عملت نفسيها ست محترم يعني. عملة نفسيها ست محترم. هي مش محترمة خالص. يعني أنا شايفينها. إيه عملة محترمة إزاي؟ جي المسيح يكلمها. أنت بتكلمني إزاي؟ أنا ست وانترج. يعني عاشي تكلم واحدة ست في الشارع. ودي كانت عادة المجتمع اليهودي. أنا سامريا وأنت يهودي. يعني لفسها صوب الايه؟ اللي احترام. ديف ديها حصيت دايبت. في حياتها. بس هي حاولت يعني تلبس قناعة قدام المسيح. أول قناع النفس لما تلاقي نفسها مش شبعانة. قناع يعني نسميه جنتلمان. أحب أظهر قدام الناس أن أنا يعني جنتلمان. أنا فزدان من جوه. أنا مش شبعان من جوه. بس هي منظري قدام الناس. أحب إنسان أنا إنسان محترم. إنسان مؤدف. إنسان كده كبير. ودي ممكن بعيدة عن التدين. طبعا التدين بمفهوم الصحيح يعني. تعرفوا أن أعظم جنتلمان شوفناه في الكتاب المقدس مين؟ عيسو. عيسو. عيسو كان إنسان محترم بمعنى كلمة محترم. أخويا خدعني. ساقت الأخي. لما تكمل أيام مناحة أبي. أنا أعمل احترام لأبويا. لكن بعد ما أبويا يموت. أنا هموت يعقوب اللي سرقني من البركة. بقى هذا جنتل سلوكيا أخلاقيا إنسانيا أفضل من يعقوب. يعقوب لما يحترم إنسانية أبوه ولا سنه ولا عجزه. هادي عيسو. وإنسان لا أرشي جدا. نهاردة الصبح في الأداس لو خدتوا بالك النبوة بتاعت باكر. لما يعقوب راجع من عند خاله لبان وبيستقبله عيسو. يعقوب مرعوب عارف العملة اللي هو عمالة. فألس ترضي وجهه بهداية. إذا عيسو يعني ما مش عايز حاجة. وخد أخوب الحضن. ونسي اللي حصل من واحد وعشرين إنسان. إنسان لا أرشي بمعنى كلمة لا أرشي محترم أخلاقيا. إنسان. طب هو في حياته لا دفز دا. فده أول قناع. النفس تتقنع به. تتقنع كلمة عربية صحة. تبتديا. القناع الثاني يمكن أشرنا له القناع الاجتماعي. يعني وسط الناس وسط المعارف وسط العلاقات. أتحسستي بالإيمان. أتحسستي إن أنا مهم. أتحسستي إن أنا واصف. معلمنا بولوس الرسول قال غير منقضين إلى الأمور العالية. بل منقضين إلى المتضعين. لا تدورش إنك عايز تتعرف على القبار. وتبع راب من القبار. وتطلع في الصورة. لا. في البعض يعني يرتدي هذا القناع. بالنسبة للمرأة. يعني بتوزي النفسية يعني ست متجوزة. ست ليها شكل اجتماعي. البعض مش غلط. بس أقول لك لما يكون هذا القناع هو هذا اللي غلط. أدور على المركز عشان هذا اللي يديني وجهة أمام الآخرين. أدور على العلم. مش غلط. بس مرات كتير يبقى هذا القناع. اللي أنا أجمل به نفسي. أحسستي بالإيمان. قناع ثاني. لنفس ترتدي. مش حيث تحترف إن هي جعانة. قناع ثالث. وإذا قناع يعني المرتادين على الكنائس. قناع الروحي. قناع روحي. ده خالي ستة متجوزة خمسة ولا معا مش جزء وبتتناقش في القضايا له وتيج. أباؤنا سجدوا في هذا الجبر. وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. في موضوع لاهوتي شغلني. لا نسجد هنا أو لا نسجد هنا. يا أمرأة صدقيني تأتي ساعة. أنا أعلم أن نمسية يأتي. هناك معرفة روحية. هناك مجدلات لاهوتية. شك. شك. أنا عشان كده أتمليه. هذا ينزل من إيدي من غير مشهور. فده قناع روحي. عشان يعني يحميني من نفسي. ممكن الإنسان يظل مرتدع أيا من هذه الأقناع الثلاث. في خواء داخلي في إحساس بعظم القيمة. لأن مع كل اللي عملته دوت. هي أمرأة منبوذة. الناس بتشوفها مش عايزة تبوش في الشهة. فلم تنال شيء. يا أمن أنه أنا اقتنعت. أن فعلا أنا جعان. أنا في خواء داخلي. لما تصل النفس للحالة ديت. أنظر المسيح كيف يستقبل مثل هذه النفس. أنظر أسلوب المسيح. يعني ست خطوات رائعة جدا. الحاجة الأولانية. أن المسيح راح مخصوص لهذه النفس. كان لابد أن يكتاز السنارة. وفي لابد على الله الخالق. فيش لابد. لكن لابد دي نمعة من المحبة. هو رايح مخصوص. علشان يتقابل مع هذه المرأة. يعني المسيح بيبحث عن الإنسان. وخصوصا وبالأكثر. هو بيبحث عن الكل. بس لن يلتقي بيه. إلا الإنسان اللي بدأ يشعر بالجوع. وبالعوز. وبالعري. وبالخواء. وباللا معنى. وباللا قيمة. وكلما بيكون جرب السكة جدية. كلما بيندفع. تجاه المسيح بقوة. يمكن اللي ما جربش. يقول لك ياه. زي الولاد الكبير. الولاد الكبير قاعد في البيت. بس وعينه بره. لكن النفس اللي شعرت بالجوع داوة. دي أكتر نفس. لما بتتقابل مع المسيح. بتلتصر بيه. فنمر واحد. هو بيدور. نمر اتنين. يهيى للنفس اللي قبع. أول ما المسيح وصل. يقول لك جلسة. يسوحة كذا على البيت. مجهد. رمى نفسه على البيت من التعام. مشى التلامس. روحه. بتاعه طعام. خط بالك المسيح مكلش في الاخر. ولما قال له المرأة السمرية. أعطيني لأشرب ما شربش في الاخر. ماديا. لكن هو ارتوى بطوبة المرأة. والطعام. أريد أن يبعد التلامس. ليه. أريد أن يهيى. ما هي الستة دي لو جاءت. وجاءت ربين يسوه. معت نشر راجل. هذه كانت جريت. فهو هيق لها الجو. المسيح يفعل ذلك. يهيى للنفس. في البداية يهيى لها. لكي تشعر بجوحها ومعوزها ومعوزها. ومحتياجها ومفقرها. لما تشعر بدي يهيى لها. سكة الشبع واللقاء بيه. التهيئة دي تيجي ازاي؟ كل ظروف الحياة اللي بنمر بيه. ليه بيحصل كده؟ ربنا عايز يتقابل معي. أعرفت حبيبي بقى أنا فلان خزاني. فلان ما كانش العشام يعمل فيه كده. ده أنا كنت صادق في صدقتي معاه أو فعلقتي بيه. في الآخر. لا في الآخر ولا في الأول حبيبي. دي كلها سبل الله بيعدها عشان يلتقي بيه. ما أنا طول ما أنا يعني مرمي وسط الصحاب والأصدقاء والاجتماعيات. آي خلاص لأي أنا شبعين. آي 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 شبع. عارف الولاد الصغير لما يروح يجيب شوية شبسي وبتعامها. تعال قولي حبيبي لأي أنا شبعين. هو مش شبعنا على حاجة. ده 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 نفسه مسدودة. فكل اللي بنمر بيه في حياتنا حبيبي. ده ربنا بيهيأ لقاء نبيه. يبقى أن بنا واحد جاي لها مخصوص. أتمنى من قلبي يكون يعني ربنا بقى يتحد فينا واحد بس. وتكون الكلمة دي له. ويشعر إن دي رسالة من المسيح له. نمرة اتنين. هيا اللقاء. كل ظروف الحياة اللي بنمر بيها. نمرة الثلاثة هولي بيبتدي العلاقة. بيبتدي العلاقة إزاي؟ يشعرني أنه محتاج. أعطيني لقش. ربنا يظهر ذاته نوم إحداك. ممكن تصلي. ممكن تيجي تتناول. ممكن تقرأ الإنجيل. ممكن تديني عشور. ممكن تديني ابنك إبراهيم. ممكن تديني. هو مش محتاج حاجة. وهو ما بياخدش هو بيدي. بس بداية العلاقة. أول ما قربنا الربنا. عادت مع أبوني. يقول لي حبيبي تبصلي. طب إيرى الإنجيل. فتعالي تناول. هو ربنا سيأخد إيه؟ إن شاء الله حاجة. إنت اللي هتأخد. بس هو بيظهر إنه محتاج لي. لم تكن أنت محتاجا إلى. دي أنا ما بدركهاش في الأول. ما بدركهاش في الأول. بدليل حنشوف بعد كده. إن ربنا علشاني تشف لي حقيقة نفسي. أنا ربنا بدأ العلاقة. طب بديت أصلي. في البداية أنا بشعر. يعني إما أنا بدي ربنا. ودي البان فين؟ أول ما تيجي مشكلة أو ضيقة. بقى كده. أنا اللي بصلي. أنا اللي بخدم. أنا اللي بروح كنيسة. ده إحساس إيه؟ ده إحساس واحد بيدي ربنا. ده إحساس واحد بيدي ربنا. ففي البداية بيظهر الله ذاته كأنه محتاج. وفي البداية بيبقى إحساس الإنسان المبتد في الطريق الروح إن هو بيدي. أنا بروح. أنا بعمل. أنا بخدم. حتى لو مالهاش بالسام. ماشي زي بعض. لما تبتدي تعيش مع ربنا يبتدي بقى يكشف للنفس حقيقة. زي ما قلت لك. تيجي ضيئة. إيه ده ما دي آخرتهم. بقى أنا اللي بروح كنيس. بقى أنا اللي بخدم ربنا يعمل لي كده. كشف لي الدوافع مش نقية. يجي موقف تاني اتصرفت تصرف معين إذا لنا في حسد. لنا في غيرة. لنا في عدم محبة. يبتدي يشيل الأقنعة تدريجياً. أيضاً في علاقة المسيح بالنفس. يشجع النفس ويمتدحها على أقل حاجة. يسمن محرقاتك. تروح ينادي جوزي. ليس لي زوج. حسناً قلتي. لا. إنت قال أنت قتلة الوحاشة ديت. لا لا أنت قتلة. أنت في الحتة دي ما كسبتيش. قبرها لها قوي. يبتدي المسيح يشجع النفس. تبقى في العبر. لكن عمر ما ربنا ينزل لي نظرة فيها احتقار أبداً. وهذه الحتة الرائعة حبيبي لازم تدركوها في علاقتنا بالمسيح. يبقى عارف حقيقة نفسي. وعارف الوحاشة بتاعتي. بل أقول لك اللي أكتر من كده عارف نهاية المشوار. لكن ما بيعملنيش بحسب سابق علمه. لكن بيعملني بحسب اللحظة اللي أنا فيها. حتى دي مهمة جداً نفهمه في علاقتنا ضربنا. هو عارف أن يهوزة سيسلمه. لكن عمره متعامل مع يهوزة أن أنا عارف نهايتك. لا. أنت واحد من التلامزة. أكرمك كما أكرم التلامزة. أسند لك مهام كما أسند للتلامزة. ما هذا هذا حبالب؟ أقول لما بتعمل مع أحد وبعد ذلك يطلع موقف مش لطيف. لما كنت أعرف. لقد أكتش عملت معا كده. تقول عليك. خدعني. لا لا لا. ربنا عارف. لكن أمره ما بيعملني على اللي هو عارف. أنت النهاردة واقف قدامه بتقبط. هو ينظر إليك كعابد حقيقي. أنت فيك العبر بس مش حاسس بيها. فهو ساتر عليه. وقابلك بالضعفات ديت. بصوا. بصوا الطريقة اللي المسيح بيتعامل بها مع النفس. أيضا. نمرة ستة في معاملته مع النفس. يطول باله عليها. يطول باله. حبيبي لما الإنسان يعيش شوية مع ربنا. ويبتدي المسيح يكشف له زي ما حختم بقى حديثي دلوقت. حياة للذات ومكرها. والإنسان يبتدي يشوف نفسه على حقيقتها. دا أنا كنت يعني فاكر نفسي إن أنا كذا. دا أنا أطلقت وحش قوي. لما نور المسيح ينور جوه النفس. أشوف حياة للذات ديت. وإزاي أنا يعني ما كنت صادق. أنا من برا بين إن أنا بصلي وإن أنا بروح لربنا بقلب نقي. فيه دوافع خفية أنا مش عارفها عن نفسي. أعيش مع ربنا أبتدأ اكتشافها. ربنا احتملني وأنا كنت كده. طول باله علي وأنا كنت كده. طول أنا طلقت الله. طيب. أول ما تبتدي النفس بقى. اتقابلت مع المسيح. وبدأ المسيح يكشف ليها زيته. ويكشف للنفس ديت. دوت بالقعدة معا. آخر مرة أتكلمكم فيها. المرأة السمريدي عملت إيه؟ ما الذي حصل؟ قاعدت تتكلم عن المسيح. فقط. اتحولت من إنسانة زانية لقديسة كارزة. كل المطلوب أنك تشعر النجعان. أن الطرق اللي أنا سلجت فيها يا ربي ما شبعتني. أنا شاعر. ليس لازمة في الحياة. ليس قيمة. ليس شبعان. طب روح له. روح له أعمل إيه؟ طب هو أفصل لحبيبي. هو ربنا محتاج؟ لا حبيبي مش محتاج. بس وقف قدامه. يبتدي ربنا يتعامل مع النفس. يبتدي يكشف للنفس ضعفاتها. ده إمتى؟ ده في القعدة معنا. أفصل لحبيبي. هل يريد أن تدقه المسيح؟ هل ستسمع عنه في اجتماعه؟ لكن لا تدقه إلا في المخطط. لازم أعمل لنفسي كل يوم قعدة مع ربنا. لازم. أحبها تماليته بقى الصبح قبل ما الزهن يتزحم. لو ما فيش فرصة يوفق أي وقت في النهار. أقفل الموبايل. أركن الساعة دي على جنب. أقعد لوحدك. لحنة كده بتحبه. ترتيلة بتحبها. جزء من قداس. إيه ده كده؟ مع كده أمسك الأجبية أصلي فيها. وانت بتصلي خلي موخك ينشغل بكلام الصلاة. يعني فكر في المعاني كلمات اللي انت بتقولي. إن استوقفتك آية أو كلمة. هم في المعبالة لما تبقى ماشى أو تيجي في رملك كده. وتقض العجل يلف الفاضي. ساعة وانت بتصلي كده تلاقي حتى كده وقفتك. وقف. كلم ربنا فيه. خلصت الأجبية. أقعد. افتح حتى في الإنجيل. أيا كانت بقى الطريقة بتاعتك. البعض يحب يفتح الإنجيل. وجنبيه كتاب تفسير. يقرى حتى ويقرى الكتاب. يقرى حتى ويسمع حاجة بتفسر الإنجيل. لديت ولديت. أمسك الإنجيل أي سفر بس يمش فيه بالترتيب. الجزء اللي تقرأ. أقعد ردت فيه. لو كنت تعلمين عطية الله. أو كنت تعلمين عطية الله. ومن هو الذي يقول لك؟ أديني عشان أشرب. لطلبت أنت منه. هو بيقول لي أديني أشرب؟ لا. ده أنا اللي هطلب منه. لو كنت تعلمين عطية الله. ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ لطلبت أنت. يا رب ما تديني. أنت ليس رويتي المرأة ديت. أنت قلت لطلبت أنت منه فأعطاك. يا رب أنا أطلب منك. أنا لا أعرف أنت ستديني ماذا. بس أنت قلت كده. أخذين بالك أنا أعمل إيه؟ أنا اللي أنا جاي بكتاب تفسير. أنا أقعد أقرأ الآية مرة واثنين. وقف أكلم ربنا بيها. مفيش حاجة أقولها. رحت. قريتي الآية تاني. خلاص مفيش. طب رحت للآية اللي بعديها. أعمل كده. تجرب. 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 مقدار الشبع. ايه الشبع؟ حاجتين. حاجتين يا حبيبي. تشوف نفسك على حقيقة. حبيبي. أربوكم بصد أمام المسيح. لحنا محتاجين بكاترة نفسية. المرض النفسي ده موضوع تلك. لكن يعني الكتبة. اللي الشيطان يعيني داحك بها على الشباة. عايز حدي يفهم لي نفسي. تشوف لي ذاتي. يا حبيبي صدقني متاهة ويتحط عليك. أقولك من الآخر. صدقني. صدقني. أرجوك. أرجوك. أخذ الكلمة دي مني. يعني ثقة. أقعد مع المسيح كل يوم. في المنظر اللي أنا بقوله لك ده. صدقني. حتلاقي نفسك مكشوفة قدام عينك بصورة فائقة. وجنبيها المسيح. وأنا لو شفت نفسي الوحدية من غير المسيح أنهار. لذلك هو بيكشف لي ذاتي تدريجيا. يشيل قناع قناع. ويقدم لي نفسه. كمال الحياة الروحية. الإنسان يعرف ذاته. أرى نفسه على حياتي. أنا فيه. أنا عملت دليل عشان كذا. أنا يعني في العدة دي أنا كنت بماثل شوي. أنا كنت عايزه من دحولي. أنا يعني آه شكلي لكن لا دي الدوافع بتاعتي كانت مش لطيفة. شايف نفسي. شايف نفسي. جيبش حقيقي غير بالقعدة مع ربنا. وفي المقابل أشوف المسيح. قابلني. حضني. بيغيرني. بيغيرني صورته. ليس قرفان مني. رغم أني سأرى وحشات في نفسي. سأتعرف من ماذا الروحية. ما هو الوحاشة التي عملتها دي. ما أقول يا ربي أنا كنت بصلي وهو ده اللي كان جواي. تشوف نتن الزات. وتشوف جمال المسيح. الأعظم يا ربنا. نمرة اثنين الاعتراف. اذهبي وايدا يزوجك. ليس لي زوجك. ليس لدينا أكتر من كده. ما أنت كنت يعني. واخد شك مش بتاعك. لا. أنا كشفت شكلي على حياتي. ولو بطريقة مختصرة. الاعتراف. الحياة تتغير بقى. تركت المرأة جرتها. يعني بقى في سلوك تاني. بقى في حياة بشكل تاني. المجوس مضوا في طريق أخرى إلى كرتهم. بعد ما تقابل مع المسيح السكة تتغير. الحاجة الأخيرة الخدمة. هذه السكة تخذت دروس أعداد خدام. أعينوها أسيس في كنيسة. تسقوني أحدها. هي فرحانة بالمسيح. فهي بدون ما تشعر. بتقدم المسيح. لكل نفس تلتقي بها. هل أمه انظره. إنسان قال لي. كل ما كنت بتخيالي منه زمان. صلحت مع نفسها. ده اللي أنا فكرت فيه في المرأة السامرية. ما عرفش يعني اللي أنا فكرت فيه ده. وصل ليكوا بمعنى. لكن نفسنا ستظل متعبة إلى أن تستريح فيك. واتطمنه. محدش راح للمسيح. إلا المسيح احتواه. وده عايز أقول مش راح للمسيح. ده المسيح هو اللي راح. بس هو فتح الباب. قبل. إنه يدخل في العلاقة دي مع المسيح. ما كان ممكن استنتظر. لما لا رح نادي جوزك تروح سابقى طيب. ماشي. تروح ماشي وما تجيش. ما ممكن. لا. هي ارتبطت بالمسيح. فالمسيح رايق. رب نادينا حبيبي إننا نكتشف الغنى اللي لينا في شخص المسيح. ولإلهنا المجد دائماً أبدياً أمي. اشتركوا في القناة. قلبي.